متابعي قناة شاهد فيديو وفاة السلطان قابوس صاحب الخمسين عام من السلطنة هذا التقرير يوضح من هم أبرز المرشحين لخليفة السلطان وسوف يكون اتفاق موصية تابعوا معنا الفيديو السلطان قابوس بن سعيد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم ورغم ذلك ليس له أبناء تاريس العرش السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جماد الأولى لعام ألف وأربعمائة ولد سلطان قابوس بن سعيد في 18 نوفمبر سنة 1940 في مدينة صلالة بمحافظة زفار وهو نجل سعيد بن تيمور الوحيد وهو سامن صلاطين أسرة البوسعيد وقد طلق قابوس دروس المرحلة الابتدائية والسنوية في مدينة صلالة وفي ستمبر عام 1958 أرسلوا والده إلى بريطانيا ليلطحق بأكاديمية العسكرية الملكية وأمض فيها عامين درس خلالها العلوم العسكرية وتخرج فيها برد بيت مولازم ثاني ثم انضم إلى الكتائب العامة في ألمانيا الاتحادية أينزاك لمدة ستة أشهر مارس خلالها العمل العسكرية تسلم حكم سلطنة عمان في 23 يوليو سنة 1970 خلفا لوالده السلطان سعيد بن تيمور وسرعان ما بدأت السلطة بالدخول في مرحلة جديدة من الإنجازات حيث شعرت بالتصدير التجاري للنفط والذي اكتشف بكميات تجارية عام 1968 وشهدت البلاد انتعاشا اقتصاديا مع بداية حكمه وانضمت عمان إلى جامعة الدول العربية بعد عام واحد من توليه الحكم ثم وضع الخطوط الرئيسية لسياسته الخارجية وذكر انها مبنية على حسن الجوار مع جيرانه وأشقائه وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وتدعيم مع علاقات العمان معهم جميعا وإقامة علاقات ودية مع سائر دول العالم والوقوف مع القضايا العربية والإسلامية ومناصرتها في كل المجالات كان قابوس السلطان التاسع لسلطانة عمان ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والمالية وحاكم البنك المركزي والقائد الأعلى للقوات المسلحة والحاكم الثاني عشر لأسرة الآلي بوسعيد ومن أقوال السلطان قابوس فيما يتعلق بالتحديث عمان اليوم غيرها بالأمس فقد تبدل وجهها الشحب ونفضت عنها غبار العزلة والجمود وانطلقت تتفتح أبوابها ونوافذها لنور الجديد ورغم أنه السلطان الأول الذي مسك الحكم قربة الخمسين عمان إلا أنه لم يلد طفلا زكرا واحدا يخلفه عندما ماته في سلطانة عمان فلم يكن له أي ولد أو أشقاء ليارس الحكم من بعده بل أبناء عمومة فقط وبحسب الدستور يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شهور منصب السلطان بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم وإذا لم يتم الاتفاق تفتح رسالة تركها السلطان قابوس وحدد فيها اسم خليفته ثم يجري تثبيته في منصب السلطانة ومن أهم الشروط التي يجب أن يتميز بها سلطان عمان هو أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانين مسلمين وفيما يلي أبرز المرشحين لخلافة قابوس الأول أسعد بن طارق وتم تعيين أسعد بن طارق 65 عاما الذي يعتمد على نطاق واسع في سلطانة عمان أن اسمه سيظهر في رسالة السلطان نائب لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في عام 2017 واعتبرت هذه الخطوة رسالة دعم واضحة من السلطان لابن عمه وممثله الخاص منذ عام 2002 وهو أيضا قائد للمدرعات في الجيش العماني غالبا ما كان يرسل لأفودا حكومية في مؤتمرات إقليمية ودولية ويستقبل لمسؤولين أجانب ويشارك في مناسبات علنية نيابة عن الملك قابوس العسم الثاني المرجح والمنتظر هو هيسم بن طارق 65 عاما وزير التراس والثقافة والاسم الثاني شهاب بن طارق 63 عام المستشار المقرب من السلطان أبرز منافسية بالنسبة لهيسم بن طارق صاحب 65 عاما هو من محبي رياضة قرة القدم واشتغل بمنصب نائب وزير الخارجية قبل أن يصبح وزيرا للتراس والثقافة كما أنه أول رئيس للاتحاد العماني لكرة القدم أما شقيقه شهاب بن طارق صاحب 63 عام هو القائد الصابق للبحرية العمانية بمنصب أقل أهمية فيتولى بشكل خاص نقل الرسائل إلى القادة الإقليميين وتمسي للسلطان في اجتماعات عربية رفيعة للمستوى ويقال أن إحدى شقيقتهم كانت زوجة قابوس الوحيدة الاسم الثالث المرجح والمرشح هو فهد بن محمود آلي سعيد وهو عمره ما بين 75 ل 79 عام وهو نائب رئيس الحكومة لشؤون مجلس الوزراء وأقصر المسؤولين العمانيين شهرة ونشط وقد تولى منصبه في عام 1972 بعد عامين من خلع السلطان والده في انقلاب وإعلانه عن ولادة عهد جديد وبقى في المنصب نفسه أينزك ولعب نائب رئيس الوزراء المعروف بظهوره العلني في العديد من الفعاليات العامة ودور رئيس الوزراء في فطرات عدة وهو المنصب الذي كان يشغله قابوس منذ توليه العرش وحتى وفاته الاسم الأخير من أبرز المرشحين طيمور بن أسعد أبرز برقية دبلوماسية أمريكية في موسكا تسربها موقع ويكيليكس في عام 2017 مكانة طيمور نجل أسعد بن طارق البالغ من العمر 39 عام وذكرت البرقية أن طيمور يعتبر من قبل العديد من العمانيين المرشح رئيسي في جيله لخلافة السلطان خصوصا إذا جرت عمليات انتقال السلطة بعد أن يكون والده وأعمامه قد تجاوزوا العمر الذي سيعتبرون فيه خلفاء جيدين ولا يشغل طيمور أي منصب رسمي كبير وفي الساعات القليلة القادمة سيكون وسيعلم العالم من هو السلطان الجديد لدولة عمان وفي النهاية لن ينسى العالم والشعب العربي بأجمعه مكانة السلطان قابوس ترجمة نانسي قنقر